الأزمة السياسية في العراق ألقت بظلالها على المشهد الاقتصادي فالمواطن البسيط بدأ يشعر بإتون هذه الأزمة مع تحديات المرحلة الراهنة إذ أثرت على الأسواق المحلية في جميع جوانبها من خلال تقلبات الأسعار وعدم وصول البضائع في الأوقات المحددة لها وتأخيرها فضلا عن انقطاع الطرق الذي لم يوصل العاملين إلى محل عملهم والله احنا بالنسبة لنا ويتأثر علينا من الصير المشاكل بالبلد يعني الشغل ربعة يصير ربعة الشغل مع القديم يلا يجي ويتأثر علينا الآن نرى أننا هذا الوقت لا شغلنا وقاعدين لا يوجد شغل الأزمة السياسية تأثر شكل مباشر على عملية الاقتصاد ومن ضمنها مثل يد العاملة يعني إذا طقت مثل كذلك في الوجه أو طقت مثلا بغير محافظة يعني اليد العاملة مختلفة للمحافظات ليس من محافظة أو منطقة وحدة يعني يصير عملية التعقيل يعني يد العاملة وعملية التعقيل يعني شغلات بباب حالات الشراء يعني ارتباك بالسوق الاقتصادي الناس من تسمع أزمة سياسية سواء كان ببرلمان أو مظاهرات مثل ما تقصر الغربية الموجودة عندنا تأثر يعني ساحتى شوف السوق البسطية والمحالة والمخبز كلها رجل قليلة ليش ناس خاف فلان رح يحصر مظاهرات رح يحصر فلان شي بصراحة رأسا نبين تأثيرها على السوق بالنسبة للمخضر بالنسبة لها أنا بالنسبة لي لتمستها بحليب الأطفال القوطية ما الحليب تشتأخذها بعشرة حليب كيكوز الأطفال صارت ب13-14 على مرتين أخذتها أزمة السياسية بالعراق أثرت على كل مفاصل المجتمع بكل شرائحها وخاصة المجال السوق المحلية وارتفاع الأسواق وارتفاع الأسعار وتفاقب الأزمة بسبب هذه الحالة التي حثت حالياً محللون اقتصاديون يشعرون بثقل الأزمة السياسية اقتصادياً لأن العجل بدأت تتوانى في حركتها وتتقهقر إلى الوراء رويدة رويدة حتى تشعر بتوقفها في ظل المعطيات الحالية بالتأكيد تعلم الاستثمار والنمو الاقتصادي يحتاج إلى استقرار سياسي وأمني وجود مثل هذه الأخبار هذه التظاهرات قد تقلق المستثمر وتبعث رسائل إلى بعض المستثمرين غير حميدة بإضافة إلى أن وجود أعداد كبيرة من المتظاهرين في ساحات الاقتصامات هو شلل للحياة الاقتصادية في حين أن اللجنة المالية في مجلس النواب تؤكد تأثيرات الأزمة السياسية الحالية على إقرار موازنة 2013 ما يعني أن الاقتصاد الوطني سيتأثر بشكل مباشر في الأوضاع الحالية في البلاد ترجمة نانسي قنقر